اشتركوا في القناة للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وقد توقف بنا الكلام على قول المؤلف رحمه الله ومنها أن المشقة تجرب التيسير فمتى حصل مشقة فإن التيسير يكون حاصلا وذلك لأن هذه الشريعة بحمد الله عز وجل مسهلة ميسرة والتيسير في الشريعة على نوعين تيسير أصلي وتيسير عارض وطارئ فأما الأول وهو التيسير الأصلي فإن جميع الأحكام الشرعية التي شرعها الله تعالى لعباده ميسرة مسهلة ليس فيها كلفة ولا مشقة فقد شرع الله تعالى لعباده الصلاة وهي خمس صلوات في كل يوم وليلة كل مسلم يستطيع أن يأتي بها بكل يسر وسهولة وشرع لهم أن يصوموا كل عام شهرا وشرع لهم أن يحجوا في عمرهم مرة واحدة وشرع لهم أن يؤدوا زكاة أموالهم إذا كان عندهم من المال ما يبلغ نصاب الزكاة الثاني تيسير عارض طارئ فالأحكام الشرعية التي شرعها الله عز وجل لعباده ميسرة مسهلة لكن لو قدر أنه حصل فيها مشقة أو في أداء بعضها مشقة فإنه يكون التيسير حينئذ فمثلا الصلاة إذا أراد الإنسان أن يصلي فإنه يجب عليه أن يقوم في قوله تعالى وقوموا لله قانتين وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاة إذا قمت إلى الصلاة فأسبق الوضوح وقال لعمران النبي حسين صلي قائما لكن لو عجز عن الصلاة قائما فإنه يصلي قاعدا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعمران رضي الله عنه صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب وهكذا أيضا من لم يستطع أن يتطهر بالماء فإنه يعجل إلى البدل وهو التيمم من لم يستطع الصيام فإنه يعجل إلى البدل وهو الإطعام وبهذا نعلم أن الشريعة ميسرة من أصلها وعند حصول عارض وطارع يقول أن المشقة تجرب التيسير وبنوا على هذا جميع رخص السفر والتخفيف في العبادات والمعاملات والمعاملات وغيرها فرخص السفر شرعها الله عز وجل تخفيفا لعباده فيقصر الرباعية إلى ركعتين ويباح له أن يفطر ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر كذلك أيضا التخفيف في العبادات من العدول من التطهر بالماء إلى التيمم ومن العدول عن القيام إلى أن يصلي قاعدا والمعاملات كبيع العراية وهي بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر قال ومنها قولهم لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة فالشارع لم يوجب علينا ما لا نقدر عليه بالكلية وما أوجبه من الواجبات فعجز عنه العبد سقط عنه وإذا قدر على بعضه وجب عليه ما يقدر عليه وسقط عنه ما يعجز عنه وأمثلتها كثيرة لا واجب مع العجز لعموم قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فإذا أوجب الله عز وجل العبادة العبادة على عباده فالأصل أن العبد يأتي بهذه العبادة كاملة فإن عجز عن الإتيان بها كاملة وقدر على أن يأتي ببعضها فإنه يأتي بالبعض لعموم قول الله عز وجل فالفتقوا الله ما استطعتم وإن عجز عنها عجزا كليا فإن كان لها بدل عدل إلى البدل وإن لم يكن لها بدل سقطت عنه فهنا ثلاث مرات المرتبة الأولى أن يتمكن من الإتيان بالعبادة إلى بدلها وإن لم يكن لها بدل فإنها تسقط عنه أضرب مثالا لذلك الصلاة من قدر أن يصلي قائما وجب عليه أن يصلي قائما فإن عجز عن أن يصلي قائما فإنه يصلي قاعدا كذلك أيضا لو عجز عن الإتيان بالسجود والركوع فإنه يأتي ببدلها وهو الإيماء فيومئ ويجعل سجوده أخفض من ركوعه كذلك أيضا الطهارة الأصل وجوب التطهر بالماء فإن قدر على أن يطهر جميع بدنه بالماء أو أعضاء وضوه بالماء وجب عليه وإن قدر على أن يطهر البعض دون البعض وجب عليه أن يطهر ما قدر ويسقط عنه ما عجز عنه لكن يعدل إلى التيامم فإن لم يستطع أن يأتي بالأصل ولا بالبدل سقطت عنه فكما لو كان مريض على فراش مرضه أو على سرير مرضه ليس عنده من يوضئه وليس عنده من ييممه فحينئذ يصلي على حسب حاله وقدر استطاعته قال رحمه الله وكذلك محتاج الخلق إليه لم يحرمه عليهم والخبائث التي حرمها الله إذا اضطر إليه العبد فلا إثم فالضررات تبيح المحظورات الراتبة والمحظورات العارضة كل ما يحتاج الخلق إليه فإن الله عز وجل قد أباحه لعباده هو الذي خالق لكم ما في الأرض جميعا وقال تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث والمحرمات التي حرمها الله تعالى إذا اضطر العبد إليها فإنها تكون مباحة كما قال عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه فحرم الله تعالى مثلا على عباده الميتة حرمت عليكم الميتة لكن لو اضطر الإنسان إلى الميتة كما لو كان في مخمصة ويخشى على نفسه الهلاك لو لم يأكل منها فإنه يأكل منها أيقل والضرورة تقدر بقدرها تخفيفا للشر فلو فرض أن شخصا وقع في مخمصة ويوشك على الهلاك وعنده ميتة فيأكل من الميتة بقدر ما يسد رمقه منها ولا يأكل حتى يشبع لأن الضرورة إنما تدعو إلى أكل ما يقيم به حياته ومعيشته فيأكل بقدر الضرورة فإن يحتاج مستقبلا فإنه يحمل معه يعني لو أنه أكل من هذه الميتة ما يسد رمقه وقال أنا أريد أن أشبع لأني لا أدري ما يحصل لي في طريقي فنقول له حينئذ كل ما يسد رمقك وما زاد على ذلك فخذه معك إن احتجت فقله إلا فلا قال رحم الله فالضرورة تبيح المحرمات من المآكل والمشارب والملابس وغيرها ولكن لا بد من شرطين لا بد لحل المحرم عند الضرورة من شرطين الشرط الأول أن يتعين المحرم بأن لا يوجد غيره من المباحات والشرط الثاني أن يتيقن نفعه فإن لم يتيقن النفع فلا يجوز أن يقدم على المحرم لأنه لا يجوز الإقدام على محرم يقينا لأمر موهم قال رحمه الله ومنها الأمور بمقاصدها فيدخل في ذلك العبادات والمعاملات وتحريم الحيل المحرمة مأخوذ من هذا الأصل وهذا أعني هذه القائدة الأمور بمقاصدها مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرئ ما نوى فيدخل في ذلك العبادات ويدخل في ذلك المعاملات فمثلاً لو أن شخصاً أعطى زكاة ماله لشخص يظنه فقيراً فتبين بعد إعطائه أنه ليس مستحقاً للزكاة فإن ذمته تبرأ بذلك لأنه اجتهد وبدل جهده في إيصال هذه الزكاة إلى مستحقها ولكنه تبين فيما بعد أنه ليس أهلاً وحينئذ تبرأ ذمته كذلك أيضاً المعاملات الأمور بمقاصدها في المعاملات فإذا قصد الإنسان بهذه المعاملة قصداً سيئاً فإنه يعامل بنقيض قصده ومن أمثلة ذلك لو تزوج رجل امرأة قاصداً التحليل يعني أن يحلها لمطلقها ثلاثاً فإن هذا النكاح لا يصح لأنه نكاح تحليل ونكاح محرم وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم أن فعل هذا وسماه تيساً مستعاراً قال وتحريم الحيل المحرمة الحيل جمع حيلة والحيلة هي التوصل إلى إسقاط واجب أو فعل محرم بفعل ظاهره الإباحة فيتوصل بهذه الحيلة إلى أن يسقط واجباً أو أن يفعل محرماً بفعل ظاهره الإباحة كما لو سافر لأجل أن يفطر أو سافر ليقصر هذا في العبادات كذلك أيضاً مسألة العينة وهي أن يبيع شيئاً بثمن مؤجل ثم يرجع ويشتريه من من باعه عليه بثمن أقل فإن هذا حيلة ولا يجوز قال وانصراف ألفاظ الكنايات والمحتملات إلى الصرائح من هذا الأصل وصورها كثيرة جداً الألفاظ إما صريح وإما كناية فالصريح ما لا يحتمل غيره والكناية ما يحتمله ويحتمل غيره فمثلاً لو قال لزوجة أنت طالق فهذا لفظ صريح في الطلاق لكن لو قال اذهب إلى أهلك أخرجي من هذا البيت فنقول الأمور بمقاصدها إن قصد بهذا اللفظ الطلاق وقع الطلاق وإن لم يقصد الطلاق لم يقع الطلاق ولهذا قال أهل العلم رحمه الله إن الطلاق بالكناية لا يقع إلا بنية أو قرينة بنية يعني أن ينوي أنه طلاق أو قرينة تجل على ذلك قال ومنها يختار أعلى المصلحتين ويرتكب أخف المفسدتين عند التزاحم وعلى هذا الأصل الكبير ينبني مسائل مسائل كثيرة يختار أعلى المصلحتين فإذا اجتمعت مصلحتان فإن الإنسان يختار الأعلى منهما فلو تضايق الوقت إنسان لم يصلي صلاة الظهر وأراد أن يصلي صلاة الظهر ولكن طرأ على بالي أن يصلي السنة فعنده سنة وعنده فرض فيقدم الفرض على السنة لأن مصلحة الفرض أعظم وأوجب كذلك أيضا تعارض عنده طلب العلم وبره بوالديه وليس عندهما من يخدمهما فيقدم بر الوالدين على طلبه للعلم ويقدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله يرتكب أخف المفسدتين إذا اجتمعت مفسدتان فإنه يرتكب الأدنى والأخف منهما ومثل العلماء رحمه الله لذلك قالوا كما لو وجب غسل على امرأة وهي بين رجال أجانب فاغتسالها أمامهم مفسدة لأنه تبدو عورتها وكونها تعدل إلى التيمم مفسدة لأنها تعدل إلى التيمم مع وجود الماء لكن مفسدة عدولها إلى التيمم أخف من المفسدة الأولى فترتكب المفسدة الأخف إذن عند التزاحم إذا تزاحمت مصلحتان فإن أمكن الإتيان بهما فهذا هو المشروع إذا لم يمكن أن يأتي بالمصلحتين فإنه يأتي بالأعلى منهما إذا اجتمعت مفسدتان فإن أمكن أن يدرأهما جميعا فهذا هو المطلوب إن لم يمكن فإنه يرتكب الأخف والأدنى قال وعند التكافع فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح وذلك أنه إذا اجتمعت مفسدة ومصلحة فلا يخلو من أربع حالات الحال الأولى أن تكون المصلحة هي الراجحة فتفعل والحال الثانية أن تكون المفسدة هي الراجحة فتدرأ والحال الثالث أن يتساويا فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح والحال الرابع أن يتردد أيما أرجح المفسد أو المصلحة فحينئذ يقال درء المفاسد أولى من جلب المصالح وبهذا نعلم بهذا التقسيم أن إطلاق القول بأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح أن هذا الإطلاق ليس سليما بل درء المفاسد أولى من جلب المصالح عند التساوي أو التردد وعما إذا ظهرت المصلحة فإن المصلحة تفعل قال رحمه الله ومن ذلك قولهم لا تتم الأحكام إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها وهذا أصل كبير بني عليه من مسائل الأحكام وغيرها شيء كبير فمتى فقد الشرط العبادة أو المعاملة أو ثبوت الحقوق لم تصح ولم تثبت وكذلك إذا وجد مانعها لم تصح ولم تنفذ الأشياء من عبادات ومعاملات لا تتم إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها فالصلاة لها شروط لو صلى بغير طهارة لم تصح لو صلى ولم يستقبل القبل لم يصح لفقد شرط كذلك أيضا لو أن امرأة صلت توضعت وصلت ولكن صلت حال الحيظ فإن صلاتها لا تصح لوجود مانع كذلك أيضا في المعاملات لو باع ما لا يملك فإن هذا البيع لا يصح لفقد شرط وهو أن يكون العقد من مالك أو من يقوم مقام المالك وجود المانع لو باع بعد نداء الجمعة الثاني فإنسان مثلا بالغ عاقل يملك السلعة لكن العقد أوقعه بعد نداء الجمعة الثاني فنقول هنا الشروط قد تمت لكن وجد المانع وهو أن العقد فأن العقد وقع في زمن منهي عنه وهو بعد نداء الجمعة الثاني كذلك أيضا الإرث لو أن شخصا مات وخلف ولدا من ذكر أو أنثى وهو كافر فإن هذا الولد ذكرا كان أم أنثى لا يرث لوجود مانع وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم قال رحمه الله وشروط العبادات والمعاملات كل ما تتوقف صحتها عليه ويعرف ذلك بالتتبع والاستقراء الشرعي شروط العبادات والمعاملات ما تتوقف صحتها عليها بمعنى أنها إن وجدت صحت العبادة وإن فقدت فسدت العبادة ما المرجع في معرفة الشروط في العبادات والمعاملات يقول يُعرف ذلك بالتتبع والاستقراء الشرعي فإن العلماء رحمه الله تتبعوا النصوص الشرعية سواء كان ذلك في العبادات أو المعاملات واستقرأوا ما أمر الشارع به فإن كان ما أمر الشارع به لا تصح العبادة بدونه قالوا إنه شرط وإن صحت العبادة بدونه فهو واجب قال وبأصل التتبع حصر الفقهاء فرائض العبادة وشروطها وواجباتها وكذلك شروط المعاملات وموانعها وأصل ذلك أنهم تتبعوا فمثلا في الصلاة تتبعوا النصوص الشرعية وما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالصلاة فإن كان ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم مما لا تصح الصلاة بدونه مع القدرة قالوا إنه شرط وما صحت الصلاة بدونه لكن يجبر بسجود السهوي ونحوه قالوا إنه واجب قال رحمه الله والحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه فيستفاد من حصر الفقهاء شروط الأشياء وأمورها أن ما عداها لا يثبت له الحكم الحكم المذكور الحصر هو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه والحصر له طرق منها إنما ومنها تقديم ما حقه التأخير كما لقد ما زيد ما قائم إلا زيد ولحو ذلك فالفقه رحمه الله حصروا الشروط والأركان والواجبات وذلك أنهم تتبعوا النصوص الشرعية في العبادات وفي المعاملات وبينوا ما لا تصح المعاملة إلا به وما تصح معه وحكموا على الأول الذي لا تصح العبادة أو المعاملة إلا به بأنه شرط وحكموا على الثاني بأنه واجب ومن ذلك قولهم الحكم يعني من هذا القواعد الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما يعني وجودا وعدما فالعلل التامة التي يعلم أن الشارع رتب عليها الأحكام متى وجدت وجد الحكم ومتى فقدت لم يثبت الحكم فمثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فمتى وجد الحيض وجد الحكم وهو أنه لا تصح صلاتها ومتى انتفى الحيض انتفى الحكم فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما وهذا من القواعد المفيدة قال رحمه الله ومن ذلك قولهم الأصل في العبادات الحضر إلا ما ورد عن الشارع تشريعه والأصل في العادات الإباحة إلا ما ورد عن الشارع تحريمه لأن العبادة ما أمر بها الشارع أمر إيجاب أو استحباب فما خرج عن ذلك فليس بعبادة ولأن الله تعالى خلق لنا جميع ما على الأرض لننتفع به بجميع أنواع الانتفاعات إلا ما حرمه الشارع علينا هذا سبق بيانه وقلنا إن الأشياء أربعة عبادات ومعاملات وأعيان وعادات فالأصل في العبادات الحضر والمنع لقول الله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وهذا يدل على أن التشريع إلى الله تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد الثاني المعاملات من البيع وغيره الأصل فيه الحل والإباحة بقول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا الثالث الأعيان يعني ما خلقه الله تعالى من الأعيان من الثمار ومن الأشجار ومن الحيوانات وغيرها الأصل فيها الحل والإباحة بقول الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وقال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه وقال عليه الصلاة والسلام وما سكت عنه فهو عفو والرابع العادات أي ما اعتاده الناس من طرق الأكل وصفات الأكل واللباس والسكنة فالأصل فيه الحل والإباحة ما لم تكن فيه مخالفة للشرع يقول المؤلف رحمه الله ومنها إذا وجدت أسباب العبادات والحقوق ثبتت ووجبت إلا إذا قارنها المانع إذا وجدت أسباب العبادات فمثلا زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر فمتى زالت الشمس وجبت الصلاة الموت سبب للإرث يعني لانتقال المال من الميت إلى ورثه إذا وجد الموت ثبت الحق قال المؤلف رحمه الله إلا إذا قارنها المانع يعني وجد مانع فمثلا زالت الشمس نقول وجبت صلاة الظهر لكن هذه المرأة قد أتاها الحيظ فوجد المانع فحينئذ لا تجب هذه العبادة لوجود المانع أيضا الحقوق إنسان مات عن ثلاثة أبناء أحدهم كافر فهنا قارن الوجوب مانع بالنسبة لهذا الكافر فلا يكون وارثا لوجود المانع قال المؤلف رحمه الله ومنها الواجبات تلزم المكلفين والتكريف يكون بالبلوغ والعقل والإتلافات تجب على المكلفين وغيرهم فمتى كان الإنسان بالغا عاقلا وجبت عليه العبادات التي وجوبها عام ووجبت عليه العبادات الخاصة إذا اتصف بصفات من وجبت عليه بأسبابها نعم يقول المؤلف رحمه الله ومنها الواجبات تلزم المكلفين والمكلف والبالغ العاقل والبلوغ يحصل للذكر بواحد من أمور ثلاثة الأول تمام خمسة عشرة سنة والثاني إنزال المني يقضة أو مناما والثالث نبات الشعر الخشن حول العانة أن ينبت الشعر الخشن حول عانته تزيد الأنثى أمرا رابعا يحصل به البلوغ وهو الحيض فإذا حاضت حكم ببلوغها ولهذا قال التكليف يقوم بالبلوغ والعقل فقبل البلوغ الإنسان ليس مكلفا ولكنه مع ذلك يؤمر بالعبادات والصبي الذي ليس مكلفا يأمره وليه بالعبادات من الصلاة والصيام إذا أطاقه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وكان السلف الصالح رحمهم الله كانوا يصومون صبيانهم وهم صغار حتى ترتاض أنفسهم ويألف هذه العبادة لأنهم لو لم يصوموهم وهم صغار ثم بعد البلوغ أمروهم بذلك فقد لا يتمكن هذا المكلف من الإتيان بالصوم لأنه لم يعتج عليه فيشق عليه وربما كان ذلك سببا في تركه يقول والإتلافات تجب على المكلفين وغيرهم نعم الإتلافات المتعلقة بحقوق الأدميين أما المتعلقة بحق الله عز وجل فإذا كان الإتلاف من غير مكلف فلا شيء عليه لكن إذا كان الإتلاف لمال الغير فإنه يجب ضمانه مطلقا فإتلاف مال الغير يجب ضمانه سواء انقصد الإنسان ذلك أم لا فمثلا من أتلف مال غيره عامدا عالما فيترتب عليه أمرا الإثم وضمان ما أتلف وإن أتلف مال غيره ناسيا أو جاهلا فلا إثم عليه لكن عليه الضمان وبهذا نعرف أن إتلاف مال الآدمي يستوي فيه العامد وغير العامد أما ما تعلق بحق الله تعالى فإنه إنما يؤاخذ بذلك وإنما يضمن إذا كان متعمدا فمثلا لو أنه قتل صيدا في حال الإحرام أو في الحرم جاهلا بالحكم أو ناسيا فلا شيء عليه قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم فقالوا متعمدا يدل على أن القتل إذا كان غير متعمد فلا شيء عليه إذن الإتلاف إتلاف مال الآدمي يستوي فيه العامد وغير العامد وأما ما تعلق بحق الله عز وجل فإن الإنسان إذا حصل منه إتلاف أو حصل إتلاف ما يتعلق بحق الله فإنه لا يؤاخذ بذلك ولا يضمن ذلك إلا إذا كان عامدا عالما يقول المؤلف رحمه الله فمتى كان الإنسان بالغا عاقلا وجبت عليه العبادات التي وجوبها عام كالصيام والصلاة قال ووجب عليه العبادات الخاصة إذا اتصف بصفات من وجبت عليه بأسبابها كالزكاة والحج فالحج إنما يجب على المستطيع قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فإذا قدر أن الإنسان بلغ ويستطيع الصيام ويستطيع الصلاة لكن ليس عنده مال يحج به فإن الحج لا يجب عليه وكذلك أيضا لو أنه بلغ وليس عنده مال يخرج زكاة فإن الزكاة لا تجب عليه كذلك أيضا لو كان عنده أقارب ولكنه لا يستطيع أن ينفق عليهم فإن الإنفاق لا يجب عليه قال رحمه الله والناس والجاهل غير مؤاخذين من جهة الإثم لا من جهة الضمان في المتلفات هذا في حقوق الأدميين الناس والجاهل غير مؤاخذين من جهة الإثم فمن أتلف مال غيره ناسيا فلا شيء عليه ومن أتلف مال غيره جاهلا يجهل أن هذا المال لغيره يظن أنه مملوك الله فلا شيء عليه لكن هذا العذر من النسيان والجهل لا يسقط الضمان لأن حقوق المكل لأن حقوق الأدميين مبنية على المشاحة بخلاف حقوق الله عز وجل ثم قال المؤلف رحمه الله فصل قول الصحابي وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإيمان إذا اشتهر ولم ينكر بل أقره الصحابة عليه فهو إجماع فإن لم يعرف اجتهاره ولم يخالفه غيره فهو حجة على الصحيح فإن خالفه غيره من الصحابة لم يكن حجة قول الصحابي الصحابي هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك هذا هو الصحابي من اجتمع بالرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو لحظة حال إيمانه ومات على ذلك قال الحافظ بن حجر رحمه الله في النخبة ولو تخللت ردة في الأصح بمعنى أنه آمن بالرسول عليه الصلاة والسلام واجتمع به ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام فردته على الإسلام لا تخرجه عن كونه صحابيا والصحابة رضي الله عنهم هم أفضل هذه الأمة بعد نبيها ولهم على هذه الأمة فضل عظيم فمن فضائلهم أنهم ناصروا الرسول صلى الله عليه وسلم وعزروا ودافعوا عنه ومن فضائلهم أنهم جاهدوا في سبيل الله عز وجل ومن فضائلهم أنهم نشروا دين الله تعالى ونشروا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهم الذين حفظوا لنا هذا الدين حتى وصل إلينا نقيا من الإشراك ومن بدع ومن البدع وطرق أهل الغي والهلاك فلهم علينا حق عظيم ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في الصحابة قال أولئك أصحاب النبي وحزبه ولولا هم ما كان في الأرض مسلم ولولا هم كادت تميد بأهلها ولكن رواسيها وأوتادها هم فالواجب علينا نحو الصحابة محبتهم والترض عنهم والسكوت عما شجر بينهم من الخلاف والنزاع لأنه اختلاف ونزاع صادر عن اجتهاد المصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد قال رحمه الله قول الصحابة إذا اجتهر ولم ينكر بل أقره الصحابة عليه فهو إجماع فإذا قال الصحابي قولا أو فعل فعلا وظهر ذلك للصحابة ولم ينكرهم فإنه يعتبر إجماعا يعتبر إجماعا قال فإن لم يعرف اجتهار ولم يخالف غيره فهو حج إذن قول الصحابي لا يخلو من حالين الحال الأولى أن يشتهر قوله أو فعله بين الصحابة ولا ينكر فهذا إجماع يسمى إجماعا سكوتيا فيكون حجة والثاني أن لا يشتهر قوله أو أن يوجد من يخالفه فإنه أيضا يكون حجة ولكن هل جميع الصحابة رضي الله عنهم يحتج بأقوالهم ويأخذ بأقوالهم من حيث الأحكام الشرعية الجواب الصحابة رضي الله عنهم من حيث الاحتجاج بأقوالهم على أقسام ثلاثة القسم الأول من نص الشارع على أن قوله حجة فيكون قوله حجة كأبي بكر وعمر قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا فهذا دليل على أن قول أبي بكر وعمر أنه حجة وقال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد وهذا أيضا يدل على أن قول الخلفاء الراشدين حجة إذن من نص الشارع على أن قوله حجة فهو حجة وهم الخلفاء الراشدون ولا سيما أبو بكر وعمر رضي الله عنهم جميعا القسم الثاني من أقسام أقوال الصحابة من لم ينص الشارع على أن قوله حجة لكنه ممن عرف بالفقه في الدين كابن عمر وابن عباس ومعاذ بن جبل وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم فهذا أيضا قوله حجة القسم الثالث ما سوى ذلك يعني من لم ينص الشارع على أن قوله حجة ولم يعرف بالفقه في الدين كأعرابي كأعرابي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم ثم ذهب إلى قومه وليس عنده من الفقه ما يكون قوله حجة بسببه فهذا قوله ليس بحجة إذن الصحابة رضي الله عنهم من حيث الاحتجاج بأقوالهم على هذه الأقسام الثلاثة القسم الأول من نص الشارع على أن قوله حجة وهم الخلفاء الراشدون ولسيما أبو بكر وعمر والقسم الثاني من لم ينص الشارع على أن قوله حجة لكن عرف بالفقه في الدين كابن عباس وابن عمر ومعاذ بن الجبل وعبد الله بن عمر بن العاص وغيرهم من فقهاء الصحابة رضي الله عنهم والقسم الثالث ما سوى هذين القسمين فليس بحجة ثم إذا قلنا إن قول الصحابي حجة فإنه إنما يكون حجة بشرطين إذا قلنا إن قول الصحابي من الخلفاء الراشدين أو من من عرف بالفقه في الدين إذا قلنا بالقول الراجع وأن قولهم حجة متى يكون حجة نقول يكون حجة بشرطين الشرط الأول أن لا يخالف نصا فإن خالف قول الصحابي النص فإنه يؤخذ بالنص فإنه يؤخذ بالنص ولا عبرة بقوله بل يعتذر عنه في هذه الحال ويقال لعل النص لم يبلغه أو لعله تأول النص إذا كان قرآنا ونحو ذلك ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم قال الإمام أحمد رحمه الله أتجري ما الفتنة الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك إذن متى خالف الصحابي الكتاب والسنة فإن قوله ليس حجة ولا يأخذ به بل الحجة في قول الله وفي قول رسوله صلى الله عليه وسلم الحجة فيما قاله الله وفيما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم لكن مع ذلك نعتذر عن هذا الصحابي إما بأنه تأول النص من القرآن أو سنة يعني فهم أن النص يدل على كذا وكذا أو أن النص لم يبلغه ولا سيما إذا كان من السنة فربما أن الحديث أو أن الواقع التي حصلت في وقت النبي صلى الله عليه وسلم لم تبلغه فلذلك اجتهد وأده اجتهاده إلى هذا الحكم أو إلى هذا الأمر الذي فيه مخالفة لكتاب والسنة وعلى كل حال نأخذ بالنص ونعتذر عن الصحابي الشرط الثاني أن لا يخالفه صحابي آخر فإن خالفه صحابي آخر فإننا نرجح من القولين ما دل الدليل عليه من الكتاب والسنة فننظر أي القولين أي القولين أقرب إلى الكتاب والسنة فنأخذ به فإن لم يمكن ذلك بأن كان كلا القولين قد دلت عليه قد دل عليه النص فإننا في هذا الحال نرجح الألفقه فمثلا لو حصل أن تنازع صحابيان أو اختلف في مسألة من المسائل ففي هذا الحال نقول ننظر إلى قول الصحابيين أي القولين أقرب إلى النص الشرعية فيأخذ به فإن كان كلا القولين دلت عليه النص فإننا في هذا الحال نرجح من كان أفقه أو من كان أفضل فمثلا لو أن أبا بكر رضي الله عنه قال قولا وغيره من الصحابة كمعاذ بن جبل قال قولا وكلا القولين مما تدل عليه النصوص الشرعية يعني هذا له شواهد وهذا له شواهد فإننا في هذا الحال نأخذ بقول أبي بكر لأن أبا بكر أفقه منه ولأن أبا بكر قد نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن قوله حجة إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا وأما إذا لم يكن كذلك بأن كان الصحابيان كلاهما على مستوى في الفقه متقالب فننظر ما دل عليه النص إن كان وإلا فإننا في هذا الحال نختار ما هو أيسر فمثلا لو حصل اختلاف بين صحابيين وكلاهما في الفقه على حد سوى أو على حد متقالب وكان كلا القولين قد دل عليه نص فإننا في هذا الحال نختار أيسر القولين لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما يقول المؤلف رحمه الله وقول الصحابي وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإيمان إذا اشتهر ولم ينكر بل أقره الصحابة عليه فهو إجماع فإن لم يعرف اشتهاره ولم يخالفه غيره فهو حجة على الصحيح فإن خالفه غيره من الصحابيين لم يكن حجة ولكن حينئذ ننظر أي القولين أقرب إلى النصوص الشرعية فنأخذ به فإن تساوي من حيث الدلالة من حيث دلالة النصوص فحينئذ نأخذ ب أعلمهما إن وجد من هو الأعلم كأبي بكر مثلا ومعاد أو أبو بكر وابن عمر نأخذ بقول أبي بكر فإن تساوي من حيث العلم والفقه فإننا نأخذ بالأيسر لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما هذا ما تيسر الكلام عليه في هذا اللقاء ونتوقف عند قول المؤلف رحمه الله فصل الأمر بالشيء نهين عن ضده وأسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه جواد كريم بر الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين ترجمة نانسي قنقر